بسم الله الرحمن الرحيم إلى كفار محاربين للمسلمين وهؤلاء هم الذين أعلن الحرب على المسلمين ويجب قتالهم ودرؤهم ودفعهم إذا كان المسلمون يقدرون على ذلك وإلا عقدت معهم هدنة بحسب ما تقتضيه المصلحة والقسم الثاني هم الكفار المعاهدون وهم الذين بينهم وبين المسلمين عهد تحفظ به دماؤهم وأموالهم وأعراضهم ويسمح لهم بالتجارة والانتفاع بما يحل لهم في أرض المسلمين بالتقيد بضوابط قانون المسلمين في بلادهم وهو ما يلتزم به المسلمون أنفسهم بالشرع فيما يظهرونه فيمنعون من شرب الخمر في الشارع ومن الزنا فيه ونحو ذلك ولكن إذا فعلوا شيئا من ذلك في البيوت المغلقة فلا يتجسس عليهم ولا يمنعون من ذلك وهؤلاء مثل الذين يأخذون تأشيرات للزيارات أو الدخول ومثل البعثات الدبلوماسية ومثل الشركات التي تستثمره بلاد المسلمين ولهم قانون استثمار ينظم عملهم فهؤلاء هم المعاهدون وحقوقهم مضمونة وقد صح في صحيح البخارية النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة فقتلهم غليظ والاعتداء على أموالهم أو على أعراضهم أو ذمهم أو سبهم ظلم محرم ولا يمكن أن يتركه المسلمون بل يجب على المسلمين أن يدافعوا عنهم من ظلمهم وأن يقاتلوا من أراد الاعتداء عليهم في بلادهم القسم الثالث أهل الذمة وهم رعاية دولة الإسلامية الذين هم مواطنون من مواطن الدولة ولكنهم على ديانة أخرى غير ديانة الإسلام والدولة الإسلامية فهؤلاء يجب لهم من الحقوق ما تكفله الدولة لرعاياها فيجب لهم حق التعليم وحق الصحة وحق التأمين وحق الاستثمار وحق ضمان الحريات العامة وكذلك لهم حق التصويت ولهم حق الاختيار في ما يتعلق بترجيح من يتولى الحكمة ومن يمثلهم في البرلمان وكذلك في التصويت في البلديات والنقابات ولهم الحق كذلك في أمورهم والمختصة بهم كتطبيق الأحوال الشخصية الخاصة بهم والوصايا المختصة بهم ولو خالفت شرع الله لأنها من أحكام أهل الذمة المختصة بهم وهؤلاء أيضا أحرزوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم ولا يحلوا الاعتداء عليهم بأي وجه من الوجوه ويجب على المسلمين حمايتهم وقد قال علي رضي الله عنه إنما قدموا إلينا الجزية لتكون دماؤهم مع دمائنا وأموالهم مع أموالنا فيجب على الدولة أن تقدم لهم هذه الخدمات ويجب على المجتمع كذلك رعايتهم وتعايش السلمي معهم وإخاؤهم قد عرف ذلك في تاريخ الإسلام كله فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعود مرضاهم وكان إذا دعوه إلى وليمة أو أي شيء أجابهم وقد أجاب دعوة يهودي إلى خبزة ناسة أي يابسة وإهالة سنخة أي زبدة قد اصفرت من قدمها وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يمازحهم وكان يعطيهم المال ويساعدوا فقراءهم وكذلك خلفاءه الراشدون المهديون من بعده ومثل ذلك علماء الإمة أمة في مختلف العصور فالإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله كان له جار نصراني وكان أبو حنيفة يقوم الليل كله لأنه مر يوما من الأيام على صبيان يلعبون فقال أحد الصبيان لأصحابه هذا أبو حنيفة لا ينام من الليل إلا قليلا فسمعه أبو حنيفة فقال والله لا يتحدث بها الصبيان وهي كذب فلم ينام بعد ذلك من الليل إلا قليلا وكان جاره المسيحي يزعجه فيشرب الخمر ويسكر ويغني ويضرب على العود ويقول أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري كأني لم أكن فيهم وسيطا ولم تكن نسبتي في آل عمري وهي أبيات للعرجي وهو من ذرية عمر بن عثمان بن عفان رضي الله عنه فليلة من الليالي فقد أبو حنيفة صوت جاره النصراني فاستغرب ذلك فلما صلى الفجر طرق الباب على أهله فسألهم عنه فقالوا أخذه العسس أي اعتقلته الشرطة فذهب أبو حنيفة حتى استخرجه من الشرطة ووضع يده على منكبه ومسحه وقال أضعناك يا فتى أضعناك يا فتى يذكره بنشيده أضاعوني وأي فتى أضاع فأسلم النصراني بسبب هذه المعاملة الحسنة التي عامله بها أبو حنيفة رحمه الله ولذلك فما يدفعونه من الجزية التي افترض الله سبحانه وتعالى هي جزء قليل من مشاركته ببناء الدولة ولذلك حددها النبي صلى الله عليه وسلم أربعة دنانيرة على كل حالم أو أربعة دراهم على كل حالم وهي ما يتفق عليه ما تتفق عليه الدولة مع رعاياها والدول اليوم في عالم الحديث تأخذ هذه الجزية على كل رعاياها من المسلمين وغير المسلمين فهي الضرائب التي تأخذها الدولة ولم تكن معروفة في تاريخ الإسلام إلى القرن الرابع فقد عرفت أولى الضرائب في سنة ثلاثمائة وعشر من الهجرة وهي السنة التي مات فيها أبو جعفر محمد بن جليل الطبر رحمة الله عليه ففيها فرض المتق العباسي الضرائب على أسواق العراق وقال فيها بعض الشعراء على كل أسواق العراق ضريبة وفي كل ما باع عمرء مكسود رهم والعلماء حرموا هذه الضرائب إذاك والعز بن عبد السلام ذكر أن الضرائب من المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة تحريمها وأنما قال بإباحتها كفر ومقصوده إذا كان بيت المال يجد ما سوى ذلك مما يقوم به أما إذا لم يكن لبيت المال شيء وتعطلت مصالح المسلمين فحينئذ يجتهد الإمام مع العلماء وأهل الرأي وأهل التقدير في تقدير هذه الضرائب التي يأخذونها سواء كان ذلك على الرعاية المسلمين أو غيرهم والناس يستعظمون الجزية كثير من رعاية يستعظمون الجزية وهي شيء يسير جدا أربعة دراهم في السنة أو أربعة دنالير في السنة أو ثياب كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الثيابة من أهل نصارى نجران عاملهم على أربعة آلاف حلة سنويا يدفعونها وهذا شيء يسير جدا فلذلك الاجتهاد في هذا في تخفيفه مطلوب وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله أن يوفقنا لما يرضيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر